اشتركوا في القناة 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 قصة في قصة تقنية الفار؟ بالتأكيد لا. الفار عشان ينجح قايم على نقطتين ناحية تقنية وناحية بشرية وقانونية. التقنية ما اعتقدش ان احنا عندنا فيها مشكلة في مصر. يعني ما حدش يكلمني على جودة النقل التليفزيوني. ما حدش يكلمني على زوايا الكاميرات. ما حدش يكلمني على غرفة الفار. ما حدش يكلمني على المونيتور اللي حكم بيتابع من خلاله الاحداث. أو بيراجع من خلالها الحالات التحكمية اللي مش واضحة أثناء المباراة. لأننا ناحية تقنية لا. احنا عندنا تقنية زي اللي موجودة في أوروبا فيش فيها أي فرق. لكن الدور اللي بيقوم بالفرح هي كارسي. كارسي. انبارح نموذج صغير جدا. نموذج صغير جدا على اللي بيحصل مع الأهلي. وده مش مبرر. وده مش شماعة. ده كلام ملتبط بحقوق النادي الأهلي. واعتقد ان كل حكام مصر أدركوا ان التحكيم ساهم بشكل مباشر في وصول النتيجة إلى التعادل. فيه تخزن من عندنا وفيه أخطاء من عندنا وفيه تراجع في مستوى الأداء من عندنا. محدش بيحب النادي الأهلي ولا بيغير على اسم النادي الأهلي يقدر ينكر ده. لكن في النهاية الحقيقة للأخطاء انبارح كارسية. كارسية. خد بص خد ده لك أنا بكلمك في حاجة يمكن اختلف فيها خبراء التحكيم نفسهم. أنا بكلمكم فيه أحداث جوه المباراة أو لقطات جوه المباراة أثرت على النتيجة اختلف فيها خبراء التحكيم. لكن ما لا يدع مجال الشك للتأكيد على الكلام اللي أنا بقوله أنه على أقل تأدير خطأ منهم واضح كاشف وصارخ. واللي بيفصل في الموضوع ده لرأيي ولا رأيك. لوجهة نظري ولا وجهة نظرك. اللي بيفصل في الموضوع ده هو بنود ولوايح القانون. وهنتكلم بالتفصيل وهاشرح لحضراتكم ومعرض عليكم الحالات. ونتكلم فيها واحد اتنين تلاتة. القانون بيقول فيها ايه؟ تلات فاولات أو بخلافات تم ارتكابها مباراة بنص القانون. أنا بيتكلم بنص القانون. وإذا كان حكم الساحة لم ينتبه لها فكان على الفار أنه ينبه حكم الساحة أو حكم الفار حكم الفيديو المساعد أنه ينبه حكم الساحة أنه فيه مخالفة للقانون حصلت في التلاتة دول. ركلة جزاء احتسبت للنادي الأهلي ولم تنفس بشكل قانوني. واستفاد الفريق المنافس لينا من مخالفته القانون اللعبة دي. اتنين هدف أثار حالة جدل هقف مع حضراتكم هنا بنصوص القانون بتقول ايه؟ في حالة مخالفة التسلل. وتلاتة ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس. مش هقول ما تحسبتش هقول انه على أقل تقدير حكم الفار ما استدعاش حكم الساحة عشان يشوف ويراجع اللعبة دي مرة وياخد فيها قرار بناء على المراجعة دي. على كل أحوال هنتكلم كتير عن اللي فات امبارح دي نواقفة كبيرة جدا والأهم كمان في اللي جاي لانه حتى اللحظة دي انا شخصيا واتمنى انه يكون جزء كبير جدا من جماهير النادي الأهلي حتى وان كانت غير راضية على المستوى وعلى الأداء. عندها أمل كبير جدا في ان نقدر نقوم بأسرع وقت ممكن وان حظوصنا ما زالت موجودة في المنافسة على لقب الدوري وعلى لقب الكاس. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. يعني حجم الإصابة ومدة غيابهم والبرنامج التأهيل الخاص بهم في الفترة المقبلة. خلاص احنا يعني ايام كلها ايام طبعا. النهاردة طبعا مستر ريكاردو سوارشك قرر انه الفريق ياخد راحة قبل ما يرجع من بكرة للتأمين مرة تانية. عندنا مطش مهم ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي. مع فاركو مباركة يوم التلاتة وتأجلت 24 ساعة تتلعب يوم الاربع اللي جاي. في ناس كتير بتقول انه لا احنا الموسم ده من نسبنا انتهى. ناس كتير بتقول لك لا رايح اللعيبة. ناس كتير بتقول لك لا نشارك او ندي فرصة للعيبة اللي كانت بعيدة. او اللعيبة الصغيرة فريق الشباب يكمل البطولة. لا انا الحقيقة خليها ودينة بندردش مع بعض. يعني اعتقد انه لا الاهلي عودنا على فكرة انه يرفع رايا البيضة. ولا فكرة الاستسلام والتخازل ممكن تكون وردة بالنسبة اللعيب بيلعب في نادي الاهلي. احنا بنتكلم في حاجات بديهيات مش محتاجين نتناقش فيها. وانا بقول لحضراتكم انه حسب نتيجة مطش بكرة اعتقد بشكل كبير جدا. يعني انا بشوف انه مطش بكرة لو انتهى بالتعادل مطش اللي هجمع بين الزمالك وبرمز. انا بشوف انه الدولي هيكون لسه في الملعب. طيب من ضمن بكرة ان شاء الله بإذن الله يمكن هترجع الفرقة للتنبيه مرة تانية. ومن الوجول اللي هتعود ان شاء الله للمشاركة وتبقى جهز المشاركة بداية من مطش فاركه. وهايكون محمد هاني بعد طبعا غيابه في مباراة الأمس بسبب الايقاف. نروح للكاف. الكاف حضراتكم عارفين احنا يمكن كنا اتكلمنا مبارح على خبر ان مستر روي فيتوريا بيفكر انه المنتخب الوطني يعمل معسكر اعداد ويلعب مطشين مباراتين ودهاتين في شهر سبتمبر اللي جايب. بعد ما اتحاد الافريقي قرر انه يرحل المواجهتين بتوع ملاوي اللي كان مفترض انهم يتلعبوا في سبتمبر لشهر مارس المقبل. طبعا سبب تأجيل مطشوط المنتخب الرسمية هي فكرة انه امم افريقيا كبطولة نفسها اتأجلت لبدايات عشرين اربعة وعشرين. بطولة لعب في كود ديفور اتأجلت من تلاتة عشرين لعشرين اربعة وعشرين. وبالتالي رأى الكاف انه يدي فرصة للمنتخبات انها ترجع تلعب تصفيات مع بداية العام المقبل تلاتة وعشرين. مارس تحديدا هيكون مواجهتين ملاوي. وبعد كده في شهر يونيو هتكون الجولة الخمسة. وفي شهر سبتمبر هتكون الجولة السادسة والاخيرة في مرحلة التصفيات. عشان يتعلن او يتم الاعلان عن المنتخبين اللي هيتأهلوا لبطولة امم افريقيا. خبر من الاخبار العالمية النهاردة مرتبط الحقيقة بمانشستر يونيتد. واحدة من الصفقات الغريبة جدا جدا جدا. الناديين تقريبا يعني شبه متفقين على التفاصيل ما بينهم فيما يتعلق بصفقة ديونج. طبعا نجم البرسا الحالي. واحد من نجوم ايكسا مستدام اللي يعبوا تحت قيادة تين هاج. ويبدو انه تين هاج متمسك جدا 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 بوجود فرينكي ديونج في صفوف مانشستر يونيتد. الموسم الحالي. وبالتالي تم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة ما بين مانشستر يونيتد وما بين برشلونة. لكن فرينكي ديونج هو لغاية اللحظة اللي رفض قاطع. انه يغادر البرسا ويتعجه لمنشستر للانضمام لصفوف اليونيتد. خلينا اقول لحضراتكم انه قد يجد جديد في الصفقة دي تحديدا. لانه بيقال طبعا انه مع اسرار تين هاج ادارة اليونيتد هتعمل اوفر او باكتش لفرينكي ديونج في الساعات المقبلة. بحيث انه هو ياخد واحد من اعلى الرواتب في الدوري الانجليزي في مقابل موافقته على الانضمام اليونيتد. وفي نفس الوقت انه البرسا مازال متمتسك ببيع ديونج لانه طبعا عنده مركاته صعبة وقوي جدا. عمل عدد كبير جدا من الصفقات اللي كلفت الخزينة مبلغ رهيب. بالاضافة انه فرينكي ديونج ليه مستحقات عند البرسا تقدر بحوالي 17 مليون ستريني. فالكل بيراهن على موافقة فرينكي ديونج. عندنا النهاردة انفراض الحقيقة في السادسة. سيكون معنا واحد من النجوم التانجو. النسخة التي لم يرى احد لها مثيلا. نسخة 86 اعظم نسخ التانجو. واحد من هدافي الارجنتيني التاريخيين اللي حقق لقب كاس العالم. طبعا مع جيل ديجو ارماندو مارادونا وباسرالا وبوتشاجا وفالدانو. غيرهم من النجوم التاريخيين. التريبل بي واحد من النجوم التاريخيين لفريق ليتشي الإيطالي. بيدرو باسكولي هيكون ضفنا في السادسة النهاردة من خلال فيديو كونفرنس. بس اتمنى انكم ونتكلم على مفاجآت ونتكلم على أسرار كتيرة جدا تخص التانجو ونجوم الارجنتيني الحاليين. كل ده هيكون مع حضراتكم في السادسة. بس تسمحونا الروح لفاصل ونجعلكو على طول. تسمحونا الروح لفاصل ونجوم الارجنتيني ي agile. تسمحونا الروح لفاصل الروح. بطولة كاس العالم 86 في المكسيك مع أساطير الحقيقة وأسماء كبيرة جدا بروتشاجا ديجو أرماندو مارادونا وغيرهم طبعا من نجوم بيدرو بابلو باسكولي هو طبعا النجم الأرجنتين ونجم ليتشي الإيطالي في التمانيات ضفنا النهاردة في السادسة طبعا بداية بشكرك على ظهورك معنا على شاشة الأهلي وأهلا بك في السادسة شرف لنا أنك تكون موجود معنا مساء الخير مساء الخير على الجميع مساء الخير على جميع النادلالي ثاني أكثر لندية تتويجا بالبطولات القرية بعد ريال مدريد وأنا فخور لوجودي على زي القناة يعني الحقيقة أنا حابة أبتدي معك جدا من المكسيك 86 الإنجاز التاريخي الحقيقة لفريل أرجنتيني واللي أنت كنت واحد من أبطاله بتحقيق لقب كاس العالم أهم ذكريتك عن البطولة دي أعتقد أن كانت أكثر اللحظات روعة في حياتي وتاريخي الحصول على كاس العالم أعتقد أن هذه البطولة وهذه النسخة مخصوص لا تنسى من عقل كل محب للتنجل الأرجنتيني لأننا دخلنا هذه البطولة غير مرشحين والجميع كان متشائم من منتخب الأرجنتين في هذه النسخة لكن صنعنا المجد وصنعنا التاريخ وأعتقد أن هذا الجيل من اللاعبون العزماء الذي أتشرب بأنني كنت أحد هؤلاء كانت نسخة عظيمة ودعني أقول لك أنها كانت الأفضل في مسيرتي ممكن تكلمني أنا بتهايلي أنه أعظم إحساس ممكن يحس بي لعب كرة أنا عارف طبعا أنها وجهات نظر وقد تختلف من لعب لآخر ومن نجم لآخر لكن في النهاية بتهايلي أن اللحظة اللي بترفع فيها كاس العالم في إيدك بتهايلي أنها ممكن تكون أهم لحظة في مشوار أي لعب كرة على مستوى العالم كله هذه مفاجأة كما ترى من خلال قناة النقل لألي في البس المباشر كأس العالم أريد إيداء هذه النسخة لأنها شعرت معه بالعديد من السعادة لدي جورماندو مارادونا كلام عن مارادونا الحقيقة وأنا عارف أنه أنت كنت يعني أو أنت ومارادوناك بتجمعكم صداقة وعلاقة مميزة جدا ويمكن خليني أستغل الفرصة دي وأسألك طبعا عن العلاقة اللي كانت بتربطك بي إزاي كنت بتشوف نجم بحجم وموهبة وقيمة دي جورماندو مارادونا وخصوصا أنه كل عبته كمان في إيطاليا وفي نفس الوقت أو في نفس الفترة الزمنية بالنسبة لي كل حياتي وكل تاريخي كان مع دي جورماندو مارادونا لأن مارادونا لم يكن فقط صديق في منتخف الأرجنتين لكن كان خصم أيضا عندما كان في نابري وكنت ألعب في ليتشي مارادونا كان رجل كبير ورجل عظيم كما بفعل أشياء عظيمة في كرة القدم ولن يعود وخسارته خسارة كبيرة لكل العالم كان صديق وكان أخ لكن للأسف انتهاء قصة حياة مارادونا كانت قصة دراماتيكية لأنه كان قائد وكان كابتن عظيم يمكن قبل رحيله هذا يمكن اللي خليني أقول أن العلاقة بينكم مستمرة لنا استمرت حتى لما قبل وفاته أو قبل رحيله مباشرة يعني يمكن واحدة من الستوريز اللي عملها مارادونا على صفحاته الشخصية كانت اهدأ ليك انت شخصيا تهنئة ليك بمناسبة عيد ميلادك وكانت صورة جامعتك بدييجو أرماندو مارادونا وصورة من صور أو من ألبوم ذكرياته جامعتك بيه أثناء لحظة تتوككم في كاس العالم 86 شعور رائع وشعور عظيم لأن أنت تستقبل تهاني من ديجو أرماندو مارادونا كما يظهر على الجميع في الشاشة كانت لحظة سعيدة لأن مارادونا لا ينسى دائما أصدقائه لأن هذه هي كرة القدم هناك أشياء كثيرة خارج أسوار كرة القدم وخارج الملاعب هذه الصورة واحدة منها وكانت لحظة سعيدة لها عندما قام مارادونا في عز مرضه وعز لحظاته الصعبة أن تذكرني وقام بهداء هذا الستوريز مناسبة اللحظات الصعبة خليني أسألك يعني طبعا كان شيء مؤلم جدا أننا نودع نجم وموهبة بحجم ديجو أرماندو ومارادونا لكن يمكن اللي كان أكثر إيلاما للناس فكرة أنه الملابسات المرتبطة برحيله والاتهامات المتبدلة وقصة أنه في ناس تسببت في رحيل مارادونا بشكل مباشر واتهامات الحقيقة بين عديد من الأطراف إزاي شفت دا وإزاي؟ أو إيه هي وجهة نظرك فيما تعلق بكل الملابسات اللي كانت مرتبطة برحيل ديجو أرماندو ومارادونا أعتقد أن الأشياء التي ذكرتها شيء صعب جدا لأن أحداث دراماتيكية مرت بكسة نهاية رحيل ووفاة ديجو أرماندو ومارادونا أشياء يجب أن يسأل عنها الطبيب الخاص بديجو أرماندو ومارادونا والمستشفى التي كان يمكس بها مارادونا الشيء كان صعب جدا وتفاجأنا لأن حالة مارادونا عندما ذكر لي أحد الأصدقاء الذين قاموا بزيارة ديجو ذكر لي أنه كان يتحدث معهم وليس في غيبوبة كما ذكر الطبيب الخاص به لكن رحيل مارادونا كان دراماتيكي أتمنى أن يتم البس فيه وأن تفتح القضية مرة أخرى لأن مارادونا كان شخص رائع وكان شخص عظيم وأعتقد أنه أضافة للأرجنتين وأضافة للعالم كله ولا يجب أن تكون نهايته هكذا هتنايل معك ليليتشي بداية لازم أبارك لك طبعا على عودة ليتشي مرة تانية للدوري الإيطالي إزاي بتشوف فرصه في أن يحقق حاجة السنادي على الأقل أنه يحجز مقعد للمشاركة في البطولات الأوروبية أعتقد من الصعب أن يكون ليتشي في أحد المراكز المؤهلة للدوري الإيطالي لكن صعب لأن ليتشي بازال فريق صغير وفريق قادم من السيريا بي لكن أعتقد أن ليتشي لديه قاعدة كماهيرية كبيرة وجماهير عاشقة وشغوفة بقرة القادم لكن أعتقد صعب أن يقومون بالمنافسة على البطولات الأوروبية أنا أتمنى أتمنى ذلك لأن ليتشي قام بعمل سيزون عظيم في السيريا بي العام الماضي لكن إذا كنت تتحدث على المنافسة على البطولات الأوروبية البطولات الأوروبية تتطلب أشياء كبيرة وكثيرة أعتقد أن ليتشي ليس مؤهل كي يكون صريح لكن باعتباري في النهاية أحد أساطير هذا النادي أتمنى أن يذهبون بعيدا وتمنى أن يقوموا على الأقل على الأقل بالبقاء في دورة الدرجة الأولى السيرية اتنين من أهم نجوم الأرجنتين التقل بقى لملف المركاتو أو الانتقالات الصيفية اتنين من أهم نجوم الأرجنتين الحقيقة غيروا وجهتهم الموسم ده في سوق الانتقالات وأبرزهم طبعا دي ماريا بشوفوا واحد من اللاعبين الحقيقة طبعا مشواره الاحترافي في منطه الرواع ونحن نتكلم على لعب أو مثل فريق ريال مادريد فريق مانشستر يونيتد فريق بي أجي والسنة دي ينتقل لدولي الإيطالي من بوابة اليوفينتوس إزاي بتشوف انتقال دي ماريا وفرصه في النجاح في تجربته مع اليوفي أعتقد أن اليوفي قام بدربة قوية ودربة عظيمة في المركاتو والتعاكد مع اللاعب الرائع دي ماريا لأنه لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء في كرة القدم أعتقد أن اليوفي قام بمركاتو عظيم كان أهمهم دي ماريا لكن بالعودة للحديث عن دي بالا لأن دي بالا رائع جدا كلاعب لاعب يقدم روعة في كرة القدم أتمنى من مورينيو أن يقوم بالدفع بدي بالا دائما في المبارات لأنه سيساعد مورينيو ومشروع الجل روسي الزاب أعتقد وأتمنى إذا كان مورينيو يفكر أيضا في المشروع يقوم أيضا بالتعاكد مع رونالدو ومع دي بالا سوف تكون السنائية عظيمة جدا لروما لأن دي بالا يريد أن يلعب مونديال كأس العالم في كتار وأعتقد أنه اختار الأصح والأفضل له في الأيام القادمة بمناسبة كأس العالم وقبل كأس العالم خليني أسألك النهاردة البي أس جي عنده مواجهة مع نونت الفرنسي في كأس سوبر إزاي بتشوف انتقال ليو ميسي وتأثير ليو ميسي مع فريق بي أس جي وألت أعتقد أن الموسم ده هو موسم البي أس جي أو موسم ميسي الحقيقي في ظهور ممكن يكون مؤثر وهل ممكن يساعد على حصول الفريق على لقب الشامبيونز ليج ولا لا أعتقد أن ميسي مثل كريستان رونالدو في هذه الأيام أعتقد أنه فرصة رائعة وفرصة كبيرة لليو ميسي إنقاذ الموسم والحصول على بطولة بجانب الدوري السوبر الفرنسي سوف تكون مباراة رائعة أمام ننت وأعتقد أنه سوف تكون مباراة ينتظرها الجميع وينتظرها المدرب أيضا لبي أس جي ليرى ما إذا كان المشروع سوف يذهب إلى الأمام أم لا لكن أتمنى أن يكون ميسي في ليلاته الليلة وأن يقوم برسال رسالة للعالم أن ميسي لم ينتهي وأن ينتظر ميسي في مونديال كتر لأن ميسي أتمنى أن ينهي حياته بالفوز للمونديال ميسي يستطيع أن يفوز بالشامبيونز ليجا هذا العام وأعتقد أنهي آخر فرصة لليو ميسي أتمنى أن يفوزها بالشامبيونز ويفوز أيضا بالأرجنتين بكأس العالم الأرجنتين دائما عودتنا أنها تقدم لنا نسخ مميزة من المهاجمين وأنت كنت واحد من المهاجمين المميزين سواء مع ليتشي أو مع منتخب الأرجنتين وشوفنا بعد كده جابريل باتيستوتا شوفنا هيرنان كريسبو وشوفنا هيجوايين ومؤخرا من المهاجم الأكتر تمييزا أو المهاجم الأفضل في الأرجنتين من وجهة نظرك حاليا وطبعا أكويرو عشان ما بقاش نسيت حد أعتقد أننا الآن لدينا الأوتارو مارتينيز لدينا ميسي لدينا ديبالا أعتقد أن هؤلاء قد يصنعون الفارق للتانجو هناك لعبون آخرون سيكونون أيضا بصنع الفارق للمنتخب الأرجنتيني يلعبونا في جميع الدوريات لكن مع ترامل كل المنتخبات إنجلترا وألمانيا يلعبونا كرة قدم رائعة ولكن بالنسبة لنا هذا المنديال في هذا العام أعتقد من سيفوز به إما البرازيل أو الأرجنتين بيدرو بابلو باسكولي بشكرك شكرا جزيلا كل الشرف أن نستقبلك على شاشة الأهلي كل التوفيق للكرة الأرجنتينية ونجمها في كاس العالم دي كانت فقرتنا أو كان لقاءنا مواحد من أساطير منتخب الأرجنتين اللي فاز وحقق لقب كاس العالم في المكسيك 86 فقراتنا متواصلة محراتكم في الساديسة بس هنرجع لكم بعد الفاصل كل نقطة بقت طبعا غالية جدا وليها تمنها وخصوصا في ظل التوقيت والظروف الصعبة اللي منمر بيها ونقطتين اللي مبارح خسناهم قدام المقولين وما زلت بكرر بفعل فعل وهنتكلم طبعا في التفاصيل على مدار الحلقة لكن السؤال المهم هل فقدنا حظوظنا هل الأهلي فقد فرصه في الحصول على أو في استعادة لقب بطولة الدوري ده السؤال اللي محتاجين نجاوب عليه والأهم من ده إزاي نقوم مرة تانية ونقف على رجلينا من الكبوة وتراجع المستوى والإجهاد والضغط البدني والنفسي والفني وإزاي مستر سوارش الحقيقة يمكن يكون مظلوم أو محطوط بين يعني قصين كده في خانة ما يستحقش يكون موجود فيها لأن الرجل لم يحصل على فرصته كاملة وقات في ظروف في منتهى الصعوبة على أي مدير فني خلينا نسمع رأي نجمنا وضفنا النهاردة اللي بيشرفنا فيه أستاذيسة كابتن أحمد نخلم سأخير يا كابتن أحمد سهل نور يا أبو حميد النادي للي كسبان الناس عندها مشاعر زعل مرتبطة بمشاعر غضب مرتبطة بمشاعر ألأ وده كله مش بسبب مطش مبارح لكن يمكن بسبب المرحلة أو الفترة الأخيرة اللي بيمر بيها النادي الأهلي بحالة إنعدام وزن زي ما بيقولك مش ده الأهلي يعني كنت بقول في بداية الحلقة أنه الفرقة دي هي هي الكواليتي بتاعت العيبة ده هو هو اللي بدأنا به الموسم ما كانش فيه حد بيقف طريقنا يعني كنا بنقدم مستويات رائعة نتائج كبيرة جدا علامة كاملة في بداية الموسم أنا فاكر أن كنت بقول في بداية الموسم أنه الأهلي السنة دي غير نسخة الأهلي اللي ظهرت في بداية الموسم تختلف عن النسخة اللي حققت بوطولتين أفريقيا واثنين برونزيت كاس عالم واثنين سوبر أفريقيا فكانت ناس كلها بني أمال كبيرة ومتفاعلة جدا إيه اللي حصل الكيرف داير ليه أو كيرف نزل ليه مرة واحدة كده طبعا أنا أتفق معك تماما على كل اللي أنت وقلت يا أبو حميد خلينا بس الأول نقول برضو أن الفترة اللي نمر بها دي فترة سيئة جدا جدا إحنا عمرونا ما شفنا مستوي الناد الأهلي بالشكل دوت حتى وانت في أسوأ حالاتك بتعرف تكسب تمام إمبارح ما انت برضو مش مش الواو يعني مش الخلق الفرص الكتير آه جلنا جلنا كورنر كتير جلنا 12 كورنر جلنا كور سابتة مؤثرة على خطة 18 ونستفيد منها لكن خلينا بقول لك إحنا في أسوأ حالاتنا بنكسب الجونة والمقصة كنت في أسوأ حالاتك كسبت أنت عارف أنت تكسب تمام حتى ترتيب نادي ما قولنا عرب برضو بتاريخه الكبير طبعا واحد طبعا حزين على نادي ما قولنا أن يكون في المستوى دوت أو بيصارع من أجل البقاء أو بيحاول يكون له دور أن يكون موجود في دره ممتاز بصعوبة هذا طبعا شيء يحزن طبعا لكن خلينا نتكلم على نادي الأهلي أن أنت مبارح أقاب حاولت حاولت لكن مفيش خلق فرص كتير اللي انتشار ما كانش بالشكل اللي هو استغلال الفرص ما كانتش مؤثرة يعني حتى خلينا ضربة الجزاء بتاعت علام علول والأخطاء برضو التحكمية أن برضو في ناس دخلت التمنتاشر وضربة الجزاء بتتلاب الفار برضو ما حاولش يرجع أو مش بتاعت الفار بتاعت الكابت محمد عادل يعني خلينا نتكلم لو الفار مسؤول عنها كابت رحمة يعني لو الفار مسؤول عنها كان حاول حتى يرجع للحكم لكن وإحنا للحظة شكينا بلاح أن الفار مش موجود أساسا يعني أن القودة مقفولة بالمفتاح وأن الناس معرفتش تدخل أو الناس دخلت فتحت المونيتورز فتحت الشاشات اللي قدامها وبعد كدها تدعى تعمل أي حاجة تانية غير أنها تتحكم فار والله يا أبو حميد في حاجات كتير جدا في التحكيم أنا ميرضو يعني ممكن إن شاء الله في خلال حوارنا نفتحها إن برضو فيه ضرب جزائف في آخر الجيم خالص طبعا لأ أنا مجهزة كل الحالات في كارتة أحمر صريح طيب قبل ما نروح للأسباب ونحاول نفنت كده ونشوف إزاي نقدر نقف أو إزاي نلملم وراءنا بسرعة ونحاول نعدي المرحلة دي بقى أقل الأضرار الممكنة وبأفضل المكاسب الممكنة إن كان فيه يعني أنا لغاية اللحظة ما رابيتش الفوطة زي ما بيقولوا يعني أنا لغاية اللحظة بقول إنه مدام رقميا أو حسبيا إحنا عندنا فرصة هنقتل عليها لغاية آخر لحظة خليني أسألك كتير من الناس بتشوف إنه التعدل بتاع نبارح ده أضعب فرص النادي لأهلي كتير جدا في إنه حقق لقب البطولة هل أنت شايف إنه لأهلي فرصه انعدمت أو إنه فرصه بقت ضعيفة جدا في تحيي لقب الدوري ولا الفرصة مازالت قائمة لسه الفرصة مازالت قائمة وكمان أنت عندك لسه سبع مباريات وعندك مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي أعتقد يعني إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدر يرجع إن شاء الله بإذن الله أقوى لكن هو إحنا خلينا بس ننتفق إن حالة اللعبة البدنية مش هي اللي حتخلي اللعبة وقفة على رجلها يا أحمد أنت بتكلم من برح في مبارات المأولين أو الخمس دي إصابة إصابة لعب مؤثر المفروض إنه هو قوة ليك أحمد عبدالقادر من لعب المؤثرين إنه هو بيقدر يحل لك حاجات كتير جدا تمام؟ بتتكلم على بعد خمس ديئة كمان عشر دقايق بتتكلم على صلاح محسن برضو إنه هو بيلعب من برح بدأ بيه إنه هو مهاجم وكان عندنا أمال كبيرة إنه صلاح يقدر يعمل حاجة إنه هو أصلا صلاح مهاجم يعني بتتفاجئ إن عنصرين مؤثرين جدا من الفريق بيطلعوا إصابات عضلية وإذا طبعا علامة استفاهم كبيرة أنا بتكلم إن فيه كل إصابات الأهلية عضلية باستثناء الشحات بالضبط كده يعني عندك الفرقة كلها طاهر كوكا شريف السلية عبد المنعم وصلاح وعبد المنعم وقبل كده هاني وهاني رجع الحمد لله كلها إصابات عضلية باستثناء أكرم توفيق مع منتخب مصر والشحات دول اللي مش إصابات عضلية إحنا خلينا بس نتكلم في نقطة مهمة جدا أرجع لك دي أحمد دي مهمة جدا إصابات دي يا جماعة إحنا خلاص في نهاية دوري وبعدين فيه تلاحم مواسم في بعض أنا معاكن فيه إجهاد عالي جدا كويس لازم يتعامل بشكل كويس قوي لازم حالة الاستشفى تتعمل بشكل جيد جدا وعلى علم كمان مثل الصوارج يعني أنت راجل مختص معك جاي باستطف معك كويس جدا لا فيه خلل لا لازم تتدخل مثل الصوارج مع المعد البدني إن الإصابات العضلية دي مهمة جدا أنا عايزة ترشاها أنا عايز بعد يعني إنت عاوز تعمل شغلة حتى عايزة تعمل وحدة تدريبية اعمل للناس اللي ما بتشاركش خالص اعمل للناس اللي بتنزل مثلا ربع ساعة بتنزل تلت ساعة اعملوا موحدة تدريبية الناس اللي بتلعب بالأساسية دي كلها لازم أعمل لهم يعني خلاص أعمل تنظيم بعمل كورة ثبتة بعمل كورة ثبتة ليه أولي علي هو دا العادي مش عايزة أجهد الناس أحمل زيادة وجهة نظر طبعا نوفر رؤية صوترات راحة طويلة وجهة نظر تانية كأسباب للإصابات العضلية خليني نسمع رأيك بس نسمحنا نروح لفصل ونرجع لكامل الكلام هجوميا الأهلي يعاني مش بس على مستوى تسجيل الأهداف لكن على مستوى الغيابات تتكلم تعيب عنه خط هجوم النادي الأهلي كله ما بقاش موجود منه غير حسام حسن حسام حسن محمد شريف صلاح محسن سين الشحات طهر محمد طهر عبدالقادر برسيتاو ما فيش غير حسام حسن بأكلمكم على مطشفاركو اللي جاي والكلام كله طبعا على الإصابات العضلية وكنت بسأل ضيفي ونجمي النهاردة كابتن أحمد نخلة قبل الفصل ناس كتير بتقول أنه أسباب الإصابات العضلية بما أنه تسعة وتسعين فرمية من الإصابات النادي الأهلي عضلية والإصابتين اللي حصلوا مبارحنا كده معدل يعني كابتن أحمد نخلة كان بيقول لي في الفصل احنا تقريبا ماشيين كل مطش اتنين لعيب فبنتكلم في إنه مبارح في عشر دقاي يطلع عبدالقادر ويطلع صلاح محسن إصابات في الخلفية لم تحدد حتى اللحظة شد ولا قدر لا تمزق يعني اتمنى إن شاء الله تكون إصابات بسيطة لكن في النهاية أنت قدام ماذاك حقيقي هل سببها الإحمال الأحمال الزيادة هل سببها ضغط وتوالي المباريات ولا هل أسببها فترات الرحل اللي كانت بتبقى طويلة إلى حد ما وكان بيديها مستر مسلماني أثناء وجوده على رأس الجهاز الفني خليني أطرح السؤال على كابتن أحمد مرة تانية أكتر من وجهة نظر سمعناها في موضوع الأحمال ده هل لعيدة الأهلي بتعاني من إرهاق أو الإصابات دي بسبب أنه فيه أحمال زيادة عليها وإلا فترات الرحل كان لها تأثير سلبي وجهت نظرك كابتن أحمد والله يا أحمد هو طبعا يعني خلينا نمشي بشكل علمي طبعا اللي بيحصل ده طبعا فيه خلل في الأحمال أمره يعني مية بالمية طبعا أنا عرف أنا بقول إيه الفترة دي طبعا أنا يعني يا رب حد يوصل مساء السواريش طبعا يعني أول معد البدني الفترة دي خلاص أنا بنهي موسم وقالت قبل كده أننا فيه تلاحم مواسم كتيرة مع بعض وفيه ناس لعبة مطشات كتير جدا تمام خلاص أنا الفترة دي خلاص أنت عندك كل كل ثلاث أيام مباراة أو كل يوم المباراة ما عليش كابتن أحمد مين اللي لعب مطشات كتير جدا أتكلم على حمدي فاتحي أتكلم على السولية أتكلم على مثلا على أفشة فيه أربع خمس لعيبة لعبة مطشات كتير جدا فيه فيه ناس موجودة يا أحمد برضو أنا مش عايز أحمل كمان حاجة يعني عبدالقادر مالوش علاقة بالتلاث مواسم اللي فيهم تلاحم ما بينحقش يرجع يعني كمصاب يا أحمد ورجع أنا فاهم يعني بس خلينا أقول عبدالقادر صفقة جات الموسم ده أول سنة ليه مع النادي الأهل ما لعبش الموسمين اللي فاتوا في بالتاني ما معناش منكمل من تلاحم المواسم اللي اللي نتكلم عليه كويس صلاح محسن نسبة مشاركته مع الأهلي على مدار الثلاث مواسم الأخيرة ما هيش نفس النسبة لما يجي قارن وبلعيب زي السلية أو زي حمدي فتحي حل الشحات أعتقد نفس الحكاية وإن كانت الشحات طبعا ظروف إصابته إصابة مختلفة تماما إصابة مختلفة تماما أنا بكلم على إصابات العضلية أنا بكلم على إصابات العضلية اللي موجودة عندنا طاهر محمد طاهر اللي 90% منها خلفيات وضمها حل طاهر محمد طاهر نفس الحكاية هاني نفس الحكاية أخذ بالك أنا بكلم أنك طاهر وهاني مثلا ما لعبوش مع منتخب مصر يعني ما شاركوش لفتصفيات كاس عالم ولا بطولة أفريقيا ولا بطولة كاس العرب زي مثلا السلية وحمدي فتحي فبالتالي هنا برضو فيه علامة استفهم لأنه حجم الأحمال أو الإجهاد على لعبة النادي الأهلي يتفاوت ما بين لعيبة زي السلية وحمدي والشناوي وإن كان الشناوي برضو مركزه ما يتطلبش منه بزل مجهود كبير عن باقية اللعيبة كويس إحنا خلينا بس نتفي أحمد لما أتكلمك برضو تاني برجع بشكل علمي تمام يعني إحنا الحمد لله أنا واخد كرس في الإصابات الملاعب برضو عندي خلفية كبيرة وعندي بالخبرات طبعا يعني تمام اللي إحنا فيه دوت أنا بقول لك ده أوفرلود بمعنى إيه؟ أوفرلود تحميل زياد بالزبط خمس داي إصابة ده أوفرلود عشر داي إصابة ده أوفرلود تمام الحمل البدني عالي على اللعيبة تمام واضح جدا تمام الكلام اللي أنت بتقوله من مدرب الأحمال بالزرط المدرب الأحمال ومسؤول عنه ومدير الفني هو متابع وشايف قبل مخطط الأحمال بيحط البرنامج بيعمل إحماء بيعمل الجزء البدني بيرجع للكوتش بيقوله آه أنا بسني على شغلة طبعا رجل خبرة وعنده خبرات تمام تمام التكلم اللي أنت قلت في الأول لو نورمال يبقى كل أسبوع مباراة تمام كل أسبوع مباراة آه أقدر أشتغل في الأسبوع أو أزل الأسبوع بتاعي أبدأ أشتغل أول يوم خفيف وبعدين أبدأ بأقصى حمل وبعدين ننزل تاني بالمتوسط وبعدين حمل عالي قبل المباراة بيومين بنزل بالحمل خالص تمام عشان عشان تقولت لي بدني بتاعي يوم المباراة أقصى حمل بدني هو يوم المباراة المجود ده كله والتركيز وإنك بتروح وترجع ومعادلات جارية كثيرة أنا بعد إصابة بمناسبة كلامك بعد إصابة يعني بأحمد عبدالقادر خدت الصدمة كده في أول خمس دقايق فبعدها على طول داخل صلاح محسن ابتديت أنا شخصيا طبعا كان الله فعون اللي ابتديت أنا شخصيا أخاف هو الخمس دقايق اللي جايين من تاني لقدر الله تصاب دي لها مرضود كبير جدا يعني أوصلها لك برضو كويس أنت فتحت الموضوع ده إلا صابتون دول في البداية في أول عشر دقايق تمام إن كنا عندك لعب مؤسن أنت كمان بتعتيبت عليه أحمد عبدالقادر إنه عنده حلول فردية لأن أصلا فرين ما قولين عرب برضو يعني خلينا برضو ما نقول ما نلعبش براموز ما نلعبش المزمالك ما نلعبش الموصل الاتحاد برضو كانت نادي ما نقول عرب ما عليش الفاتر فاتت مش اللي هي بيعانوا وعايز يهرب من القاع وعايز يفضل في الدارة ممتاز فالرجل اللعب برضو كابتن عود هلعب على قد إمكانياته وعمل زون في نصف نصف ملعبه وواضح أنه هلعب طريقة دفعية إلا إذا اعتمد على هجم مرتدة مرة مرتين أنت شفت المباراة نادي الأهل متسايد كل شيء لكن مفيش خلق فرص كتير جت لتنشر كورنر ما قدرتش أستغلها لما يكون نجوم المباراة فاروق وابسعود الاتنين دول قلب الدفاع وحرص مرمى دا يدول على أن انت تحاول توصل للجوم مش قادر الحلول الفردية من مين من واحدة عنده مهارس عبدالقادر تمام من التزديد من مسافات بعيدة واحد زيديانجة أو أبشا أو السلالة لو موجود تمام حتى كل كرات السبتة التي كانت من مناطق خطرة على حدود المنطقة مباراة يعني سلبية بشكل للأسف حتى الكورنر يا أحمد نحن جدنا كتير كورنر أحاول أعمل تركة أحاول أعمل جملة من الكورنر التي أستفد بها تمام لازم يكون عندي حلول لازم يكون عندي البلان بي مش على طول أنا كورنر أعملها عشان أعتمد أن حسن عندي وأعتمد أن في حد طال عرامة ربيعة أنا ممكن أعمل تركة في الكورنر ممكن أعملها ورحل اللعب وغير من ناحية تانية وعمل كورنر على الأقل ممكن واحد يجي من بعيد ويحطها زي ما تكبر تتعامل للسرولية من تحت وشتها في الجول في حاجات كتيرة تتعامل لكن أنا عندي كورنر مؤثرة على خط 18 علي معلول وقفشة مش قادرين نعديها من فوق الحيطة مش معقولة ده حاجة صعبة جدا ده بيدل على الجانب الزهني عند اللعبة مش حاضر فيه سترس عليهم فيه ضغوط عليهم بنلعب ونحن مش مرتاحين يا أحمد اللعبة من نديل أهلي بتلقبوها مش مرتاح إيه سبب عدم الرح من وجهة نظرة ممكن تكون الضغوط اللي عليهم إيه طبيعة الضغوط اللي بتعرض فيها مطالب إنه نكسب مطالب ده طبيعي وإنت متعود على ده وإنت شخصين عشت ده إنت تتكلم على عيبة خبر كابتن أحمد الاستعجال يا أحمد ده شيء صعب جدا تمام إن الاستعجال ده في كرة القدم الفرقة الكبيرة مش مطلوب إنك تستعجل أصبر وحضر تاني أصبر وجهز تاني أنتوا عناصر فلنية عالية لما نقارم بين لعبة نديل ماء العرب يابن الاهلي في فروق في فروق بضحى لا أنتوا ومكانياتكم أعلى تمام وهو يعني شوف لما يكون في فريق نازل علشان مش عاوز أخصر لأن الماء العرب نازل أنا مش عاوز أخصر والبنط بمكسب يعني الماء العرب كسب من برح بنط اسمه كسب بنط النادي الأهلي دوافع تانية خالص أنا عاوز ثلاثة بنط أنا ببداية عاوز أكسب أنا لازل عايز أعمل ضغط علي عليك أنا جبت 12 كورنر جبت فوالات جبت لدرب الجزاء أنا مش فوقت اللبس يا كابتن أحمد أنا مش فوقت اللبس لكن مدرك تماما أنه جوه قدت اللبس بتاعت النادي الأهلي بيتقال أن كل المطشاط اللي جاية بصرف النظر عن اسم وترتيب المنافس هتكون مطشاط صعبة طبعا وقبل المقاولين احنا قابلنا احنا التلات مطشاط الأخرانية مع فرق مهددة بالهبوط يعني مصر المقصة فعليا أو يعني تقريبا هو أول الهبطين الجونة بتصارع على الهبوط المقصة خلاص يعني آخر الجدول طب انت كتب أسوق ما كسبتش لأن أنا كنت وحش وما كسبتش لأنه التحكيم حرمني من مكسب يعني أنا هذا موضوع تاني قصة التحكيم دي وأنا عايز أقف نهاردة معك الحقيقة يعني بصرف النظر بقى عن الأهلي يأخذ البطولة مش يأخذ البطولة أهلي وحش الأهلي حلو التحكيم أنا ما عشتش فترة كورة في مصر فيها التحكيم بهذا المستوى من السوق وأخطاء متكررة في ظل وجود تقنية فر بتخلي الحكم نفسه ومش الجمهور بقى المشاهد اللي عاد يتفرج ورا شاشات التليفزيون الحكم نفسه عنده فرصة واثنين وثلاثة إنه صح أخطاءه خصوصا لما تكون مؤثرة خصوصا لما تكون في التوقيت ده كتما نحما خليني أقول لك إن الخلل مش من الحكم خليني أقول لك إن الخلل من الفار بالنسبة لي أنا ما باجي أكلم في شركة لما بخش شركة على خدمة عملي أنا بكلمش لجنة الحكام أنا بكلم منظومة التحكيم في مصر لما يكون مرضودها بهذا التأثير السالبي على فرص أكبر فريق جماهيري على مستوى الوطن العربي وإفريقيا ومصر لأ ولما تكون الأخطاء دي متكررة لأ ولما تكون الأخطاء دي بتتكرر في نفس المباراة مرة واثنين وثلاثة يبقى لأة ولأة ولأة ولازم يبقى فيه وقت دي حقيقة طبعا دي حقيقة أنا معك طبعا إذا كنت بتكلم على معدار إذا كنت بتكلم مع جهاز فني إذا كنت بتكلم مع لعيبة إذا كنت بتكلم مع الجمهور كل واحد بيشارك بجزء أو بيتحمل جزء من مسؤولية إنه الأهل يرجع أحسن من الأول ومعندي شك في أن ده يحصل إزاي يحصل في أسرع وقت ممكن هاسمع رأيك بس تعالي نبدأ كده باللعطات التحكيم في مطشن بارا نبتدي بدربة الجزاء اللي جات ل احتسابها حكم براء محمد عاد النادي الأهلي واللي نفذها علي معلول لضربة الجزاء دي فيه نص واضح وصريح القانون بيقول كده ما هنبنكلم بيكلمش على وجهات نظر ولا قراء نحن نكلم هنا على نصوص في القانون بنطالب إنها يتم تنفذها وخصوصا في وجود تقنية الفار لما يحصل خرق لوحدة من مواد القانون فيه حكم فار بينبع حكم السحة ويقول له ده دور حكم الفار كابتنا أحمد صح كذا لو الحكم بعد التداول شك في الموضوع بيروح حكم السحة للمونيتر يبص على اللعبة من أول وجديد طبعا هنا وقت تزديد علي معلول راكلة الجزاء كان لعيب المقاولين دخل منطقة الجزاء قبل ما علي معلول يشوت الكور الأهم من كده بس أنا عايز أكمل اللعبة شوف الحكم وقفين عنده مساحة رؤية شايف كل الناس تمام والحكم المساعد كمان المفروض اللي وقف على الخط هناك شايف هو اللي وشه للعيبة فشايف اللعبة دخل إمتى جوا منطقة الجزاء الأهم من ده من هو دخل الأول أن فرقته في الكرة دي استفادت من المتابعة في أنه كان أول لعب يصل لكورة للساكن بول ويشتتها بالتالي هنا المخالفة قدت لاستفادة فرقته من اللعبة وبالتالي كان يجب على حكم الفار كان يجب كان يجب على حكم الفار استدعاء كابتن محمد عدل يقول له في مخالفة وهذه الرقلة يجب إعادتها لو كابتن محمد عدل شك في رأيه يروح يشوف اللعبة مرة تانية وياخد قراره هذا لم يحدث يعني لو كان حدث أنه كابتن محمد عدل راح بص على تقنية على المونيتور وقال لا أكمل اللعب كان يمكن يبقى الخطأ قهوان شوية دي أول حالة الفار ما يسرعهوش دي أول حالة الفار ما تكلمش فيها أساسا ولا لفتنظره إنه الفار مش موجود نروح للحالة التانية وهي هدف حسام حاسم طبعا أنا عارف إنكم تابعتوا السيديوهات التحليلية وعارف إنه فيه كتير من قراء الحكام قالت إنها أوفصايد وفيه كتير من قراء الحكام قالت إنها مش أوفصايد لكن أنا أتكلم هنا أنا ما عنديش خبرة في التحكم ولا كنت حكم قبل كده لا دولي ولا محلي لكن أنا أتكلم هنا على قاعدة احتساب التسلل قاعدة احتساب التسلل بتقول إنه يجب على لاعب الفريق المهاجب إنه يفصل بينه وبين خط المرمى اتنين لعبين مش مهم وظيفتهم إيه يعني مش مهم يبقى حرس مرمى ولاعب مثلا من الفريق ممكن يبقوا يبقى حرس المرمى بعيد جدا وفيه اتنين لعبين قلبية الدفاع مثلا بيفصلوا بين اللعب المهاجب وبين خط المرمى المهم إن يبقى فيه اتنين لعبين بين اللعب الأخير وبين خط المرمى وهذا لم يكن موجودا في ضربة الرأس الحالة دي أحمد هو أتكلم في حاجة حتى الكابتن أعتقد أن رامي ربيعة متداخل في اللعبة نتكلم بقى في التداخل دي أنا عايز أعرف هو تدخل إيه؟ طب تمام هو أعاق اللعب خليني خليني أقول لحضرتك حاجة ليش أنا بس دي مهمة جدا فأوقات كتير جدا خلينا نثبت الكادر على رامي ربيعة خلينا نثبت الكادر على رامي ربيعة فأوقات كتير جدا حضرتكم شفتوا الموقف ده تكرر ولا ألف مرة في مطشط في أوروبا ومطشط هنا في مصر إنه كورة بتبقى رايحة في اتجاه لعب متسلل فاللعب ده بيتجاهل الكورة تماما هو موقفه تسلل واضح وصريح جاي من تسلل واضح وصريح والكورة جاية في اتجاه اللعب ده فاللعب اللي في موقف التسلل ده بيتجاهل الكورة تماما وكأنها مش جاية له ولاعب من نفس فرقته يبقى مش متسلل واخد سبرينت ورايح للكورة وبيوصل للكورة وممكن جدا الكورة دي في نهاية اللعبة تترجم هدف يحسب الهدف ولا لا يحسب يا كابتن يحسب الهدف طبعا لأنه اللعب ده لم يتدخل التدخل هنا في القانون اللي التسلل بيقول ايه حجم لتنين يا إما تدخل اللعب المتسلل ساعد فرقته على إحراز الهدف وده ما حصلتش في حالة رامي ربيعة يعني وجود رامي ربيعة في موقف التسلل ده لم يساعد حسام حسن أو فريق النادي الأهلي في إحراز الهدف كان رامي موجود كان رامي موجود الكورة كانت في النهاية مصرها أنها تدخل جون والحالة التانية هي أن وجود رامي ربيعة في المكان ده أعاق الفريق المنافس من عدم استقبال الهدف أو يعني من الدفاع عن مرمى وعدم دخول الهدف وهذا لم يحدث رامي ربيعة لم يعيق لا محمد أبو الصعود ولا مدافع فريق المقاولين من أنه هما يمنعوا الكورة من دخول المرمى وبالتالي ما فيش أي شبه التسلل هو متسل للحالة دي يا أحمد التانية ده مش حالة كابتن أحمد ده قانون إحنا هنا بننفس قانون مواد القانون بتقول هل رامي ربيعة ساعد النادي الأهلي وجوده في المكان ده ساعد النادي الأهلي على تسجيل الكورة أبدا إطلاقا وجوده زي عدمه هل رامي ربيعة وجوده في موقف التسلل ده خرم لعبت المقاولين من أنهما يمنعوا الكورة من دخول المرمى لم يحدث إطلاقا أبو الصعود عمل الترايب بتاعته على الكورة وما جابهاش ولعب المقاولين حاول ياخد خطوتين له قدام ويمنع الكورة وما جابهاش وبالتالي رامي ربيعة الحالة دي مؤسرة ولا لا؟ مؤسرة بفداحة تمام الفار لم يبعدش لكابتن محمد عادي دي نقطة تانية دي نقطة تانية وده بقى اللي يثير الشبهات بعد النقطة الأولى ممكن نقول ما خدش باله مش مقصودة هقول لحاجة اعمل لعليك لكن لما تكرر وقع تانية كابتن أحمد هنا في تربص أرفع الحرج عني كفار تمام إني أستدعي كابتن محمد عادل فكورة مؤسرة دي بهدف نتيجة مباراة ارفع الحرج عنك يا كفار وتعالى شوفها يا كابتن عشان نخلل مسؤوليتنا تمام تمام أدي حاجة نخلل الجريمة التالتة اللي مفهاش شك ومفهاش نقاش تمام يعني الحالتين اللي احنا قلناهم دول ممكن تقبل تقبل يعني لو انت عايز حسن النية جدا جدا ونواياك سليمة وعايز تقول لا التحكيم عندنا بخير فممكن تقبل ان هم أخطاء مش مقصودة لكن الخطأ التالت ده فادح نروح لوقع الموقف او المخالفة مخالفة حسن حسن داخل منطقة جزاء نادي المقاولين في نهاية المباراة وستيل شوت احنا جايبين لقطة سابتة لحضراتنا جزاء مية في المية لقطة جزاء يعني توفرت فيها كافة انواع وشروط احتساب رقلات الجزاء شد قدى الى اعاقة وحرمان مهاجم النادي الاهلي من الوصول للكرة ولعبها وبالتالي تستحق نمر واحد ان حكم الفار يوقف المباراة او يقول لحكم المباراة فيه هنا شبهد ضربة جزاء لو سمحت انا هستسنع كافة محمد عادل من دي تمام لكن ممكن ما تكونش زاوية رؤية عنده كانت كافية ان نشوف الموقف بشكل جيد جدا لكن الفار تقدر تعيدها اخطر من مرة وتقيمها اخطر من مرة وشوفتها كتير جدا لازم تستدع الحكم لازم هي دي محتاجة اكتر من مرة ما انا بقول يا احمد فهي مصدي هي دي مش وط هل الزاوية مثلا دي الفار ما اقلوش الفار ما اقلوش تعال شاية هل اللعبة دي ما اثرتش او شدت انتباهه طبعا انا اتفق معاك تماما طبعا لا ضرب الجزاء ومين هي حاسب على الفطورة طبعا النادي الاهلي طبعا لا مش بس النادي الاهلي يا كابتنا وجمهور النادي الاهلي طبعا طبعا مش نقص حد يزود لها حالة التوتر والغضب مش نقص حد ييجي على فرقتها وهي مش في احسن حالتها تلامك منطقية طبعا تبق معاك تماما طبعا انا بشوف ان الفار لا ما تشوف اخطاء بتحصل في الدورة الممتازة كابتنا احمد الموسم ده في فضايح تحكمية فضايح تحكمية اوقات كتير جدا 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 بنشوف لعبات مش بس للاهلي مش بس تحتسب ضد الاهلي ولكنها كبان تحتسب بصالح المنافسين كرة ايمن اشرف انا الحقيقة والجمهور الجمهور الاهلي ما بينساش احنا ما بننساش كرة ايمن اشرف اللي داخت في البنك الاهلي وما تحسبتش وضيعت ثلاث نقاط مهمة جدا في السنة اللي فاتت زيها بالضبط كرة للزمالك في مطش المقاولين وتحسبت عادي جدا الوقع اللي مش مفترض ان الفاري تدخل فيها واذا كان فيه اخطاء خطأ لحكم الساحة وجزء من اللعبة تحتسب في النهاية هدف والحكم يقر باحتساب الهدف فالفاري يجيبه ويرجعه لمخالفة ما كانش مفترض اساسا ان الفاري ينبهه لها الفار لما نقبه مش فاكر كان الحكم مين كان ابراهيم نور الدين نور ابي ربيع وهو بيثبت الكرة الكرة ما كانتش سبتة فبالتالي الهدف من بدايته كان فيه مشكلة صح بقى الفاري ينبه لديه وما ينبهش ركلة الجزاء ودي بتاعة الحكم الجزاء الواضحة دي ودي بتاعة الحكم ما هو برضو يعني 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 فيه حاجات برا العرف والمنطق فار يرجع اللعبة من نص الملعب ابتدت كرة من السبت عشان يلغي هدف لأهلي وركلة جزاء زديق الفار اساسا ما عشرش ليها ولا قال لحكم الساحة انه فيه ركلة جزاء علامات استفهام كبيرة جدا نتمنى نسمع رد ونتمنى نعرف عواقب الأفعال والأخطاء الكارسية دي ممكن يكون مصرها ايه ده مش مرتبط بحقوق الأهلي بس ده مرتبط بسمعة وهيبة ومصدقية التحكيم في مصر ومش حكم واحد منظومة التحكيم بأكملها منظومة التحكيم بأكملها من رئيسها للجنة المشرفة لكل الحكام دي سمعة التحكيم مصري نرجع لفرقتنا تاني كابتن أحمد طبعا يعني إحنا الفضل لنا صعب صعب خلينا في ظل الظروف دي والغيابات اللي بتضرب الفريق كل هل شايف انه في خطوات لابد من اتخاذها نحاول يعني نقف بس على رجلين احنا مش عايزين اكتر منها انا كنت بقولك في الفصل انه حتى فرقتنا وهي بتكسب الناس بتيجي تقولي يرديك اللي بيحصل ليه ليه وصلنا يعني انت كسبت الجونة وكسبت المقصة والناس برضو مكادش مفسوطة قوي انا برضو عايز اتكلم برضو ان الوضع فعلا ووضع صعب جدا يا أحمد الأمانة يعني الفترة على الكل يا كابتن أحمد بيمر بظروف صعبة جدا جدا الفريق كمية الإصابات الكثيرة جدا جدا واللعبة المؤثرة اللي مش موجودة دي برضو هتأثر على الفريق انا معاك طبعا لكن انا اتمنى من مصر السوارش طبعا ان هو الحمل البدني لازم ينسق مع مخاططة الأحمال اللي معاه بهدوء جدا جدا الناس اللي لعبت كمية مبارات كبيرة لازم انزل بالحمل لان انا زي ما قلتلك انا ملعبش كل اسبوع مباراة انا بلعب كل يوم مباراة احنا بلعب كل يوم مباراة احنا بلعب كنا احصائية يمكن تساعدك في الكلام في الاطار الاهلي في خلال 30 يوم من 37 مبارح ل29 8 يعني في فترة 30 يوم تحديد هلعب 10 مطشط طيب صعب جدا جدا كتير جدا احنا مش في اوروبا احنا مش في اوروبا عشان نتعامل بكده عشان كده بقول حالة اللي استشفى لازم تتعمل بشكل جيد جدا جدا وبشكل علمي واعتقد يعني ان الجهاز مستر سوارش اكيد نسعى يعني عندهم من العلم ما يكفي ان هم يرجعلي اللعيب لحالته البدنية تاني الحالة دي كمان حقيقة جايبة مستر سوارش في الرجلين يعني الناس النهاردة يعني الرجل بقى له شهر متولي المسئولية انا دايما يعني ما بحكمش على تجربة الا ما تكون لها ظروف مكتملة تقدر تحكم على اساسها الرجل جي في نص موسم في ظروف قاتلة يعني يعني اي مدير فني يجي في توقيت زي ده لابد ان يبقى مصدوب لكن من النهاردة الناس بتاتتكلم على سوارش على تغييراته على تبديلاته على كرته على الجمل على هل الرجل يلام او يتحمل جزء من المسؤولاته والله شوف يا احمد انا يعني بكل مصدقية خلقه هو المدير الفني دلوقتي وبدأ وبدأ يشتغل كمان يعني وشاف الفرقة وعرف من مين اللي حيفيدني ومين اللي حيزودني ومين في الشق الدفاعي اعتقد هو مسؤول بشكل كبير جدا عن اللي بيحصل ده مثل سوارش ده يتحملهم بالزبط طبعا يتحمل طبعا مع ان برضو فيه لعيبة يعني يعني برضو عشان برضو ما ننزمش اللعيبة كتير ان فيه جهاد اه لكن يا جماعة قتله يا جماعة قتله من الشرطة لاحمر دوت ينادي الاهلي برضو ده حاجة كبيرة يعني لازم على قل على قل تنزل تقاتل انا عجبني جدا وليد سليمان وعلمت استفهم كبير يا مستر شون ادي له وليد سليمان زيادة تاري دوت خامة كويسة جدا ادي له منبداة الجيمة كابتن ادي له وابدأ به لا تخافش لعيب كويس وعنده مهارة ولعب ولعب مع سيمة مرحب بيقول لي محمد محمود لو ما شاركش في ظل الغيابات والعصابات دي ممكن يلعب امتى وبرضو محمد محمود ده أنا استفهم مرضو على فترة لعب كويس جدا محمد محمود ده لعب كويس جدا جدا في نص الملعب وعمل لك الزيادة شكل كويس قوي كمان يعني لعب كويس هيفدني انا اعتقد يعني برضو يعني الروتوشن كده جاي جاي خلاص غصبين عندك هتعمل الروتوشن انت عندك هولي 11 روحب مصاب يحمد بالزبط اقول لي من دلوقتي انا بقول لك انا عملا افكر هحط مين جي ناحية صحيح مين خلاص انا بقول لك زيادة طار ابدأ به تديره الثقة معنويات لعب صغير عنده مهارة برضو لما نزل كان مؤثر ما كانش وحش وبردو خلق لك فرص على قلب عمل لك كرة عرضية لحمد فتح اللي جات في القائم عمل لك الكرة اللي جي منها الجن وتلغى تمام ادي زيادة طارمة خامة كويسة ابدأ به علامة استفهام برضو ان انا ما بدأ بمكسوني وما قاعد زياد طارق علامة استفهام ان انا برضو وليس سليمان دوت ادي لدي وليس سليمان لعب كوز جدا مش عايزة ابدأ به انا وليس سليمان مش عايزة وليد وليد في حتة القائد الملعب يعني احنا نسا في ونحن ندردش مع بعض كون بيقول اللعبين لا تكلمش بعض يعني لازم يبقى فيه لعيب يتكلم ويوجه ويقوم الفرقة ويعالي اخطاء وتحركات ويقول وليد عنده الحتة دي يعني طبعا الشناوي بيعمل ده بس انت كنت تقول لي الشناوي بعيد اخر واحد بالضبط انا اريد واحد في الملعب فكرك بحسام غالي كان موجود حسام كان بيعمل بشكل كويس جدا حسام غالي كنت بيوجه زميل ويقرب من بعض افشة بس افشة صامت لا يتكلم يعني افشة دي برضو مش عنده كان نسبة انه يتكلم ويجمع زميل وروح هنا وقف لا لكن حسام غالي كان عنده تمام وليس سلمان عنده دي بيقدر يوجه زميل بشكل طبعا محترم طبعا انا انا اتكلم مع زميل انا 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 صالح المجموعة طبعا انا طبيعي جدا في الكورة كان الكابت الشمهوري بيعملها كان حسام حسام حسن بيعملها تمام يعني الموضوع ده مهم جدا لازم يكون في واحد في الفرق اللي تقلب صحيح يوجه الزميل بشكل كويس لمصلحة التيم يعني طيب ماتش الاثنين مؤثر من وجهة نظرك ماتش الاثنين اللي هجمع بين الزمالك و بيرموس طبعا يعني اعتقد ان لو الزمالك فاز يفرق عنك رقميا يدي الزمالك افضلية نقطتين عن النادي الاهلي وبالتالي تقرب المسافات لو التعادل ستبقى نتيجة الى حد كبير جدا مرضية لنا احنا ستحفظ على فرصتنا لانه التعادل هيأخر الاثنين هيأخر الازمالك بس هيبقى رقميا الزمالك متفوق بفارق 3 نقاط ده في حالة انك انك كسبت ماتشاطها كلها والزمالك تنتظر ان يسقط في مباراة وعنده ماتشاط برضو لسه صعب اوانا بتهالي كل مدور يقرب كل ماتشاط ستزداد سخونة وصعوب طبعا كلمك طبعا منطقي ان برامز هيأقرب فرقة تقدر تعطل نادي زمالك حتى لو مش هتكسب نادي زمالك ممكن يبقى ماتش درون لان فرقة برامز الفترة تمشي بشكل كويس جدا مدربهم رجل يفهم كويس ويشتغل كويس التحولات الهجومية والدفاعية والعكس بيعملها بشكل جيد جدا كوالية اللعبة برامز عالية نص ملعب قوي عندهم ناس في حالتها في أفضل حالتها يقدوا بشكل كويس جدا في الشيق الهجومي وريد الكارت في نص ملعب برضو خامة جيدة جدا هم كمان عارف يعني زي ما بيقول كده فرقة فيقة بلغة الكرة فرقة فيقة وفين عرجليهم تمام مش عليهم ضغوط حتى لو تعطلوا ماتش ولا حاجة لو تعطلوا محدش بيقدر يعني الحساب مش قوي زي الاهلي ولا الزمالك ولا الفرق الجمهرية دي معلومش ضغوط فعشان كده هيلعبوا بقريحية جدا جدا تمام ومباراة تبقى صعبة وأنا بقول يعني هي أقرب أفضل نتيجة من وجهة نظرك تخدم فرصة النادي الأهلي في التتويج طبعا فوز برامز طبعا طبعا فوز برامز أنك هتعطل زمالك هو هو الأول دوية هتعطله وتقدر ان شاء الله بإذن الله لازم تكسبهم عشان أنت كمان تقرب من المنافسة وأعتقد أنها برضو هي مستعبة لكن لازم لازم اللعبة تفوق يعني لازم كمان اللعبة تحس بالموضوع ده أعتقد أن الكابت الخطيب عانى من الموضوع ده وترفض ها لبتت وعمل أعتقد محاضرة كبيرة مع اللعبة وقال لهم يا جماعة يعني اللي قادر يكون موجود معنا يكمل واللي مش قادر يقول يعني خلاص يعني وصل بين مرحلة كابت عمود أنه خلاص أنا اللي معايا يقول أنا معايا واللي مش معايا خلاص يمشي يعني وصلت لكده لا لازم تموت نفسك وتقاتل دي مهمة جدا أنا عايز أخلق دوافع أنت مكافآت أنا مش مؤثر معك في المكافآت عقودك بتأخذها بالتزام معايا ما أقصرش معايا لكن قاتل في الملعب دي مهمة جدا يمكن تبقى اللعيبة مش قادرة يعني يمكن يبقى المستوى اللي احنا شايفين وده عشان برضو ما نظلمش يعني ساعات كتير برضو وعرام ما بزعل من نتاج المباراة وبزعل أكتر يعني النتيجة دايما ما بتبقاش عايز أكسب طبعا يعني مش عايز أتعدل ولا عايز أقصر عايز أكسب بس في النهاية برضو عايز الأهل يلعب كرة حلوة فاهم قصدي يعني عايز يشوف الأهل قادر الأهل ممتع الأهل قوي فاهم الفوز اللي بيجي بشق الأنف وزاي زي ما بيقولوا كده ما بيبقاش مرضي أو ما بيبقاش ممتع بالنسبة للجمهور لكن في النهاية وأنا ببص اللعيبة دي عشان نشوف برضو كل وجهات النظر أنا قلت أن كل واحد مرتبط باسم النادي الأهلي شايف الموضوع بس من وجهة نظر كابتان أحمد اللعيبة دي مستنزق يعني 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 يمكن وهذا السؤال هل ممكن يكون أنه اللي احنا شايفينه ده هو أعلى مستوى من القتالية الموجودة عند العيبة النادي الأهلي وإحنا ظلمينه في ظل الظروف دي وإحنا ظلمينهم أننا نطلب منهم أكتر أنهم ما ما زالوا بنفسه لغاية دلوقتي على اللقب في ظل المشوير الطويلة اللي قطعوها مع منتخب مصر ومع النادي الأهلي يبقى من الظلم ومن القصوى أننا نطلب منهم أكتر من كده والله هو من الظلم وقصوى يا أحمد على قد ما أنا بقول لك أننا أنا بقول هنا من وجهة نظر العين أنا بتكلم برضو بالشكل تاني أن أنت مش في أفضل حالاتك بس بتكسب كويس الجونة والمقصصة قلنا إحنا مش في أفضل حالاتنا وكسبنا مبارح أنت أفضل شوية من مطشون دول على فترة مبارح رحنا كتير بس أنا يعني واحد يقول أسلحنا ما عدنا نحظ لا يوجد حاجة يسمعها في الكورة حظ يصدقني في حاجة ما يتوفق ربنا سبحانه وتعالى أنت بتحضر كويس بتلتزم كويس بتجهز كويس تمام مذاكر الفريل قدامك تمام عارف نقاط القوة أيه والضعف أيه أنت أنت فريدتك كمان مركز أو بشغلك تمام اجتهد ربنا هديلك هو ده الكلام أنا لازم أجتهد ولازم أخلص في شغلي وأخلص في عملي عشان ربنا يديني أنت مبارح حاولت أنا معاك مش عايزين نقص على العيبة ماشي لكن فيه فيه أخطر من كده طبعا لازم تطلع أقصى ما عندك أنا عاوز أكسب فيه مغتشات قلنا عليها نكسبها ما نلعبهاش تمام أماش أنا عاوز أكسب مش عايز ألعب الوقت ده أنا عاوز أجمع بنوت تمام معاك فين فين المهاجم اللي جوة 18 اللي بيخلص لك أي كورة أنت محتاج مهاجم بمواصفات عماد متعب في لفيو حسام حسن تمام بلال أحمد بلال أنت محتاج واحد كده أحمد ما عندكش المهاجم القوي ده يعني أنا مع ترامي الشريف ولا حسام حسن أنا عاوز واحد من نص فرصة يجيب لجون حاوز واحد هداف واحد قناص هو ده أنا عاوزين حد كده لازم واحد مهاجم قوي جدا جدا وأنا أعتقد إن إدارة النادي الأهلي أو لجنة التطوير والشركة الرياضية دلوقتي بيسعوا إن شاء الله بذلك في المستقبل أنت تجيب واحد يعني يعني واحد علامي واحد علامي ده لنا أصدق في في سوق اللاعبين المصريين يعني ما بص كده للدوري المصري أهم ثلاث أسماء بره النادي الأهلي أفرزتهم المسابقة شايف أن هم دول دول اللي تراهن عليهم أو ده الحسن الكسبان اللي ممكن تتمنى أنت كابتن أحمد والله على حسب الناس اللي موجودة أعتقد برضو يعني في المهاجم في يوط شر أحمد عاطف ده خمك كويس قوي عنده سرعات وعلى الجول كويس وبيني كويس برضو ده خمك كويس جدا يعني برضو أحمد دفع الجناح من الأجنحة اللي بيقدي بشكل جيد جدا جدا وعنده مهارة وعنده قرار وبيعرف يقف على الكورة وبيعرف عنده رؤية وبيوصل للمرمى وينهي كويس يعني دول الأقرب ناس أنا شايف أنه هم يعني ممكن يعني ممكن عايزك توجه رسائل حقيقة يعني حابب يعني أستغل وجودك معي أنت يعني عندك خبرة طويلة جدا في الملاعب يعني وانت لاعب في النادي الأهلي وفي منتخب مصر وانت لاعب في حتى في المقاولين قبل ما تيجي النادي الأهلي وأيضا كمان حقيقة يمكن مشوارك كمان مع الكورة يخلينا سفيد بتجربتك أو بخبرتك في الظروف الصعبة لذلك بيمر بيها نادرة وهي نادرة الحقيقة نادرة ما بيمر بكبواد كده إيه المطلوب من بداية نخلينا نبتدي بالجهاز الفني مع الاعتبار أنه تولى المسؤولية في منتصف الموسم بسكواد بيعني من ظروف كتيرة جدا سواء غيابات أو إجهاد أو إصابات الجهاز الفني دول مهم جدا طبعا جدا جدا رقم واحد يعني خلينا نقول أهم عنصر في اللعبة هو اللعب هو المنزل اللي يقدي كل ده تمام إجازة الفني لازم أطلع على اللعبة من الحالة دي لازم بيشطى الطرق أطلعهم الحالة الزهنية اللي مش صافية قالص الحالة البدنية اللي أنا بقول في أوفر لود على اللعبة لازم برضو الوحدة التجربية بتاعتها تتغير لازم ما بقولش الناس اللي برا خلص اللي ما بتلعبش وما تشاركش ما تتمرنش لا 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 أنا بقول الناس اللي مش قادرة وانت حاسس على فكرة انت بتتكلم برضو على الشد دوت الشد ده بيجي ليه الإجهاد ده بيجي ليه تعب 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 إجهاد شد تمزق في خطوات عشان كده أي لعيب يحس بحاجة لازم يقول وبعدين انت برضو في الإحماء انت عارف انت حافظ نفسك تمام أنا لازم الإجازة فانية طلع اللعيبة من الحالة دي كلها دور كابتن ساد عبد الحفيز وطبعا نسمع أمسان عشان هو راب من اللعيبة برضو نقدر نطلعهم من الحالة كابتن محمود الخطيب دورهم هم جدا جدا الجانب المعنوي ان أنا برضو لازم لازم دول ولادك كابتن محمود لازم برضو نكلمهم معنويا وهم دول قوة النادي يعني عبنا دلالي هم دول قوة النادي هم دولة يعني برضو نقول عليهم ان شاء الله بضلوا فرحونا كتير جدا يا أحمد طبعا طبعا بطولات وصوبر وتلتعالم ومفتر أفريقيا لا لازم أبناء سؤالة لكن عايزين نفوق يعني عنا بجلب وكب اخد بالك ان هم دول اللي عملوا الانجازات دي فبالتالي لما هم دول اللي بيقدموا ده من حقينا ان احنا يعني نزعل منهم يعني احنا عارفين عارفين العيبة دي ومش حتى اروح لاتنين أفريقيا اروح لاتنين برونز ولاتنين سوبر أروح لبداية الموسم انتوا بداية الموسم ما كانش فيه فريق في مصر وقف قدامكم مظبوط بيرامدز زمالك سموحة مش دول الفرقة القوية في الدوري كلهم شايلين سكرات ومقدمين عروض ولا أحسن ولا أرواع ده الأهلي دي صورة الأهلي عشان كده زعلوش من ناس لما تزعل للناس اللي بترفعكم سابع سابع من حقها تزعل لما يكون مستويكم وأداءكم بشكل دي ما تاخدوش ده وما تحسبوش ده على جمهور نادي الأهلي بمناسبة الجمهور طبعا الجمهور شايف الجمهور طبعا يعني أنا عايز أقول الجمهور نادي الأهلي يعني دي فترة شو الله بإذن الله وستعدي لكن الجمهور نادي الأهلي انت رحم واحد تمام انت المساند انت اللي بتحب الفريق انت اللي بتحب النادي انت اللي بتحب الكيان فطبعا أمر طبيعي جدا جدا ووفق في داره اللعيبة الفترة دي اللعيبة بالذات لازم يكون جمهور نادي الأهلي في دهرهم وهو الجمهور هو رقم واحد يعني قبل 11 اللاعب هو رقم واحد فأمر طبيعي إن شاء الله بإذن الله أنا عارف جمهور نادي الأهلي يعني 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 أحدث على حرج على حب وعلى الانتماء حقيقي طبعا أغلب الجمهور يتكلم في أن الفريق محتاج تجديد دماغ كابتر أحمد مش بس نحن مش هينفع نتكلم في تجديد دماغ وإحنا لسه عندنا تمام مباراة ياحمد ولسه البطول ما خلصتش وأنت كمان ممكن المنافس ستتعطل ماتش اثنين أنت متفق معهم ولا مختلف متفق أن أنا عاوز عاوز عناصر عاوز عناصر تيجي تشيل الفرقة يعني تكلمني على مهاجم أفريقي أو المحترفين المحترف تيجي تحقيق يكون مش أفضل من اللعب عندك زف يكون أفضل من كل اللعب الموجود نربع علك عشان كده المحترف لم ينفع المحترف يكون نفس من مستوى اللعب لهنا المصري المحترف جأي يزودني المحترف لم يعمل احتياطي لا المحترف يأخذ مهاجم ديبنتر واحد قناص واحد هداف هو هو ده اللي يجي يجي بالقيمة دي حتى لو سعر زيادة شوية لا أنا أجيب أجيب واحد قيمة أجيب مهاجم قوي جدا جدا أنت بجيب إضافة أنت عايز حد يبقى إضافة يعني عايز حد يزود يعلي الفرحة هو ده مفتاح جرار ما جيبش لعيب يا أحمد محترف محترف مثلا بياخد مليون وخمسونة ألف يورو مثلا وعمله مثلا يبقى نفس مستوى اللعب المصر اللي عندي يبقى أنا استفدت إيه لا أنت تيجي تكون مؤثر وكون إضافة قوية لها هو ده كلام تمام مهم جدا دي مهم جدا دي يعني أنا ده أطموح طبعا وأعتقد يعني أطموح مشروع النادي الأهل الحمد لله مزانية كبيرة جدا ويجيب أفضل لعبة في العالم طبعا من الأسماء وطبعا يعني أنا خلينا أخد رأيك في ماتش اللي جاي سريعا جدا الأسماء اللي تنتظر أنها تظهر في مباراة أو الأسماء اللي ممكن تتوفر حلول لمستر سوارش في مباراة فاركو والله أنا أعتقد أن خلاص أنت بتتكلم على حتى الثلاثة اللي فوق بس بشكل كبير يعني أعتقد زياد طارق أعتقد أفشا أعتقد حسام حسن هم دوت السلطة اللي فوق بتتكلم في نصر ملعب برضو حامدي وديانج برضو كويسين بتتكلم على هاني هيرجع هوت أهي هاني ولا كريم لا كريم أعتقد خد انزار التالت تقريبا مواطش اللي فات ما عندي متأكثر من المعلم هاني هيرجع وعلي معلوب برضو هيكون موجود السلاسة اللي وراء برضو أفضل للموجودين برضو كويس جدا جدا برضو بتكلم على محمود بتقول لي رجوعه كويس أتكلم على ياسر على رامي بقدوا بشكل كويس يعني بس أنا أتكلم على الشرق الهجومي برضو دول يعني ياريت ياريت يعني معنويا حد يتكلم معهم زياد خامة كويسة لازم يبدأ هيلعب إمتى وبعدين انت كده كده انت كده كده بتعمل روتوسا صحيح صحيح ونتمنى نشوف دور الوليد سليمان حقيقة يمكن حتى في اللحظات القرية بيظهر فيها بيأكد لنا دايما أنه معدنه شخصيته هي شخصيته روح لعبة النادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله ومعندي شك انه ممكن يكون ليه دور كبير جدا في الظروف الصعبة وفي التوئيد ده مانا نشوف محمد محمود وغيرها من الأسماء اللي عندها الكوالاتي انها تكون موجودة مع نادي الاهلي واللي في ظل الظروف والغيابات مش شايفين أي مبرر منطقي ولا مقبول ان هم يكونوا وعاية كل التوفيل للأهلي في اللي جاي ونتكلم أكتر على المواجهة الصعبة أمام فاركو بس محولي قبل ما اختم حلقة النهاردة أشكر نجمينة وضفنا كابتن أحمد نخلة شرفته ونورته كابتن أحمد شرفته بيك طبعا وباشكر حضراتكم للمتابعة ولازم قبل ما اختم الحلقة أقول لكم هارد لك يعني مفيش فريق بيمشي على طول الخط في نفس المستوى الزعلان من نادي الأهلي وملاعبة نادي الأهلي من حقه يزعل لكن الأهم وهو زعلان وهو في قمة حزنه على أداء فرقتنا في الفترة الأخيرة يبقى برضو قيم بدوره يسند فرقته ويدعمها عشان إن شاء الله بإذن الله نقف ونبقى أحسن من الأول بشكر حضراتكم ونتقبل بكرة في السادسة تحياتي لكم